السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نقدم معكم بطبوط مع مر لم أعرف ما هذا المرة سوف نضع لكم في القناة هذا تلبية الطلب واحد المتتبعي لي كانت تعاوديه بغيت نرى كيف سوف نحضره كيف سوف نطيبه كيف سوف يجيني يعني مفروق من الداخل فأول حاجة سوف نستعمل أنا خدمت هنا بثلاثة طحينات أو لدقيق ثلاثة الأنواع قمت بعمل 500 غرام 150 غرام الفينو و قمت بعمل 250 غرام الشعير لا تقدروا تعاوضه بالدقيق الكامل ولا تقدروا تقوم بعمل الفينو المهم انا خدمت هنا بثلاثة ولكن كما خدمت بثلاثة هذا ما شاء الله لاحظت بالعجين وعر كي يجيكم ساهل وانتوما تعمروا الحشوة سوف نكمل المهم اضفت ملعقة صغيرة الخميرة ملعقة زعتر ونجمع العجين كما اضفت الملح لان البطبوط معمر لا تريد الخميرة لم يتم تقوم بعمل لان يتم تحضرون الغليد ومطبز ومطقص ويمكن تنفح خميرة فالبطبوط معمر لا تريد الخميرة بعد ان تدلقات العجينة اضفتها في العجانة لان تدلقات العجينة لان يجب ان تتحضرون ونجمع العجينة ونجمع الحشوة ونجمع الحشوة تقدرون القرعات الخضرة تقدرون تومة ومطبوط ثلاثة مكونات لان يتم تحضرون الخبز ونجمع الحشوة فى سنجمع الحشوة اطلاب ما نقوم بعمل فى البروغرامات حتى تضيف الفلد ويقوم بتصيف saying ومطبع طبعات الخضرة ومطبع طبعاؤ THY اطلقت الطبع بعمل الخضرات كنت تأثير من بعد هنا كما تشوفوا من بعد ما اضطحنت هكا خاصة تكون مطحونة ما ديشتني مطحونة بزاف ولكن تبقى بيناب حالة الشكل هذا اهم حاجة في البطبوت الشحمة هي ان تقصروا الماء و لا تطيبون الحشوة هذا ما كنت لقى في الفيديو و لم يتم تطيبون الحشوة هذا هو الأصل كنا نطيب البطبوت الشحمة لبطبوت لن يتم تطيب الحشوة و لا يتم تطيب فهنا كما تشوفوا تنسروا اي وحدة هنا تتفرج فيها ستكون عارفة ان شاء الله تكون طيب من الناس الذين يخدموه بزاف ولكن يطيبوه بزاف ولكن ستكون عارفة هذه القادية حيث الى طيب توارى ستخرج لكم من حسوة و سيأتي لبطبوت لكم فازق المهم لدينا مخصنة الفيديو كما تشتو عصرتوا مزيان من ذا كل ما تستعملوا المرقة و الحاجة الأخرى سنقوم بتطيب الشحمة من الأفضل ان شاء الله تكون اما ديبة اما طحونة مزيان و لاحكوها سنستعمل تقريبا ثلاثة احتر ربعات المعرق شحمة ديبة من الأحسن كتعجبني الصراحة انا تكون ديبة قدرت شوية تربيع المعد نص قدرت تزيد التومارة سنقوم بتطيب العطرية الحشوة تجم عطرة تحمير البزار سكنجبير أعشاب المنسي ما ننسوا لديمة الى ما كانش البطبوت الشحمة نحنا يبيه ما كان ينواله وهذه الفلفلة حارة والبصلة الجافة كما تشوفوا سنقوم بتطيب المنحاق لانا ادرت البصلة الجافة سنقوم بتطيب الحشوة ومن بعد نجمع في الحشوة واحد الحاجة إذا تلاقيت مع حاجة غلية تنحيدها من الخضرة حيث ضروري تسلط شي حاجة ما تتتحنش الشحمة كنحاول نفكها مزيان خاصة تفك مزيان باش هكا تتخلي لي البطبوط ديالي مزيان هكا تنكمل كيقروا يا بزفت الأخوات ناجات هكا تتخلي لي البطبوط وهذا اعطينا الحلوة كما كنت تدري معنا شحال هذا الكيك شوفوا انا كنخدم معكم طالبيات فإن شاء الله غمليكي غايكون عندي وقيت فأكيد سنوجد لكم حتى الفيديو دياليكي ديالش حال من حاجة اللي كتكون اقتصادية وغادي تعجبكم إن شاء الله شوفوا الهجينة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فهنا سنأخذها ونأخذها كويرة صغيرة لعبارة 60-80 غرام لأننا سنأخذ الخبيزات والبطبيطات غير صغيرة سوف نحاول نخرج منهم الكورات التي سيكونوا بها القياس نجمع كويرة من بعد كما ترى بطريقة سهلة هذه أسهل طريقة في التعمار أن تحكمي في حجير تحكمي في ماشي تحكم في ماشي تطبطها كعامر من الداخل وما بيكي عامر كما قلت لكم بإمكانك الشعير حاولوا انكم تجربوها ثلاثة ديال انواع ديال دقيق جربوهم جربوهم وردو علي الخبار ونجربوهم معاكم حتى في الخبز ان شاء الله باش نشوفو كيفاش غادي يجي فهنا هنشوما كما كتشوفو سوف نحاول نكمل تعمار ديال الخبزة ديالي كاملين سوف نجربوهم نفسي سوف نجربوهم نفسي سوف نجربوهم اجربة حتى تنتيسام السفايات وضع اضع المقلع اضع المقلع اضع المقلع ح quantify هذه الحشوة لم تكن منطپا نحن كذلك қا يستحيل الحشوة أنها تكون خارجة العجيل لا يجب أن يأتي جاري وقاصح هنا كما تشاهدون قلبة الخفيزات حاولوا أنكم تضيفوا النار متوسطة حتى تجعلكم مقلاوة القرية ومن بعد تضيفوا النار متوسطة ونرى كيف تنفخ الخفز فهنا ستكونوا داغم من رأسكم أنكم عجنتوا وخدمتوا الخفز المعمر وواتقين منه سنستمر حتى نكمل الخفز بالكامل ونرى النتيجة وهنا الخفيزات كما تشاهدوا كما تشاهدون وكما تشاهدون هذا اليدام وهذا كان طيبه بلا زيت بلا تشي حاجم لأن الشحمة ستخرج لكم اليدام سببتلا تصورة اليدام بطبط ماخلي كل محلول وشفه متوفر ونمارسة ومتبط المترجم من اليوم وسنستحر أخبركم سأحب بطلباتكم وراحة بكم شكرا